السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة من وصفات ام هيتم اليوم ان شاء الله رحمة الرحيم رجعت لكم فيديو جديد فيديو اليوم الطلبية ديال بريوش حضرت معكم اليوم اربعات الاشكال ديال بريوش مختلفين بحشوات اليوم مختلفة كذلك ومن عجينة واحدة ان شاء الله غد نشارك معكم جميع تفاصيل التحضير كذلك العدد ديال الحبات الوزن كذلك والتمن باش كنخدم انا ان شاء الله هنا اعجاب ديالكم اقتراحة دياليوم وكيف العادة اللي عجبوكم لا تنسوش تخلي بيال لايكات الفيديو شاركوا هذا الفيديو مع اصدقائي ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي وكيف عادة من طبوش عليكم خليكم ان شاء الله مع الفيديو الاخير تشوفوا معنا المقادر وكذلك كيفية التحضير وعلى بركتي الله نبدأ التحضير لعجين بريوش لولاجين المعتمد عندي مع انه كمية كثيرة سنعبر معكم بكسان ديال العنباء سنحتاجنا ثلاثة الكؤوس ديال الدقيق الابيض ونضيف لهم جوش ديال الكؤوس ديال السكر حبيبات سنضيف جوش ديال ملاعق كبار ديال الخميرة حبيبات ومن بعد سنضيف بنفس الكأس ثلاثة ديال الكؤوس ديال الماء اللي هو دفيه سنخلط مزيان مزيان حتى نسجم ليه الدقيق مع الماء وطبع لحال نتخلصها كمنطقة التولاس ديال الدقيق من بعد كذلك سنضيف عليها ثلاثة الكؤوس ديال الحليب دائما بالنفس الكأس او ديال من نفس القياس سنخلط مزيان مزيان سوف نغطي على هذا الخليط هذا ونخليه حتى يتفاعل في الخميرة هذه المرحلة ضرورية ومهمة واساسية في تحضير البريوش هي اللي كتعطيكم بريوش اللي كي يجيه خفيف وكي يجيه شيش وما كي يجيش من دقص من بعد ما اتفاعلت معنا الخميرة ضفت لها كأس ونسج ديال الزيت نباتية وحبة بيض واحدة بالنسبة للحبة ديال البيض ممكن تستغنوا عليها كم ممكن انكم تديروها ضفت معلقة صغيرة ديال الملحة وضفت معلقة صغيرة ديال بودرات الفانيلا وكن نعاود مخلط كذلك مزيان مزيان حتى ينسجموا لي هده كنعناصر ينسجم لي الزيت مع الخريط قعدت كنبدا بإضافات الدقيق وكيس واحد فقط ديال خميرة للحلويات في ديال الكمية كاملة ديال العجين اللي غادي ندير ليهم هنا بطبيعة الحال اللي درتو غادي نسل الكيمية او لغيت ولوت الكيمية فممكن تستغنوا عليها تماما صفي كان ناخد هنا هنا العجين ديالي وكان بقا نلمو غير شوية بشوية ما كان ضفش الدقيق دوفعة واحدة واش طبيعة الحال ما كيتكورش لي وكان قدر انني نلم العجين ديالي بلا ما نحتاج انني اندلكو فهنا يا بالضبط فعنا دفع ناشر كاز ديال الدقيق صفي من بعد ما جمعتو او الميتو تخلصت من تكتولات هدا هو القوام دياله عجين اللي كتكون طرية ما تكون شجارية كتتسق في اليدين وما تكونش قاسحة نهائيا المهم هكا عجين اللي غادي تكون طرية بدنت لها الوجه ديالي بشوية ديالزيت وغادي نغطيها ونخليها كذلك حتى غادي تطلع فيها الخميرة بهذا الشكل هدا من بعد صفي كان بقا ناخد هكا كمية من العجين شوية بشوية كان نزل منها الاختيمار وكان بدا نشكل على حسب الرغبة فانا اليوم غادي نخدم يعني لحسب يعني السيدة دا كشيرية الباط الباط عشرات الحبات من كل شكل فانا كناخد هكا الكمية الليولة بالنسبة للشكل اللي غادي نخدمه هكا يفليمول ديال عفوا ديالي كيش فاخديت العجين وشكلت منه كورات اللي الوزن ديالهم كيتراوح ما بين خمسة وستين وسبعين جرام شكلتهم هكا يوم بعد كنقرسهم شوية وكنديرهم في هدليمول ديال ديال الكيش اللي دهنتهم شوية ديال زبدة صافي ونخليهم كي يختامروا جانبا نرجع كده ليكل العجين وغادي ناخد منه واحد الكيمية غادي ناخد منها غادي نشكل منها الباكيت بتنسبة الباكيت فا كيف قلت لكم هي تلبات عشرات ديال الحبات من كل شكل فانا غادي ندير منه يعني ندير هكا حبات زي دين طبيق الحل وليدات كيعجبهم بزافة تشكيل هذا فكنناخد لقطعة ديال العجين كنكورها شوية ومن بعد هكا كندليها بحل شكل طولي كناخد كل لقطعة ديال العجين دائما ما كندير لا زيت لحت شي حاجة باش كي بغايت تقفل ليه مزيان وكي تسد ويتحج ليه اثناء الطي وكي يبقى محافظ على الشكل دياله كنتلقها بشكل طولي وكندير قاعدية شوكولاتة كيفشتو معايا سوف نقفل عليها وكنطويها كالجوانب واحد شوية مش كنا نحافظ على ذلك الشكل اللي هو مقد وغادي نستمر بعد الشكل هذا حتى غادي نكمل كذلك الكيمية اللي عندي الكمية المطلوبة بالنسبة الوزن اللي درت فيهم فانا درت فيهم اه ستين جرام خليتهم هنا يا كي يختمروا كذلك جانبا وندرجعت كذلك اللي عجين خليت منه كيمية هاد الكيمية غادي ناخد منها غادي ندير منها الشهداء الشهداء اللي حجم متوسط القياس ديال القالة بعندي فيه 24 سنتيم بغايتها كافي حوشو ديال الشوكولاتة او القطع ديال الشوكولاتة كنناخد قطعة وكنديرها كافي العجين صافي وكنقطع كورا بحالي كتقطعوا العجين ديال المسمن ديال كومتريقة اللي هي سريعة بزف وإلا كنت بغايت النوطيلا او الشوكولات ديال بدا نع عفون فانتم كتاخدوا الكورات وكتلقوه معاك كتعمروا بالشوكولاتة سفي كذلك من بعد ما عمرت القالب ديال الكيك او لادرت الشهداء ديالي فخليتها كتختمر كذلك جانبا والكمية المتبقية ديال العجين فانا كنناخدها وكنبسطها على سطح العمل بالستعانة بواحد الكمية ديال الدقيق بطبيعة الحال ومن بعد قدي ناخد هنا يا الكريم فاتيسيا غير الكريمة الكريمة الجاهزة اللي كنخلطها مع الحليبوسكار بطبيعة الحال من بعد ما كنكون خدمتها وبردات طبيعة الحال سفي كناخد هناك واحد الكيمية قليلة وكنحاول ان نوزعها مزيان فوق الوجه ديالها كإضافة هكا واحد شوية ديال الحبيبات ديال الشوكولاتة او لازبيب او لذاك الشي اللي بغيتو وكتلفو عليها العجين ديالكم دائما الطرف الاخير كتحاولوا انكم تبتوه بالاصابع ديالكم زيان مزيان باش ميتحرش لكم اثناء الطهي وكنجيب هنا خيط دائما الخيط تختار بحال هذه المسائل هادو دياللي شنيك او لدي الفطائر اللي هكا كتكون رولي ما الافضل انكم تقطعوا بالخيط لان الخيط يحافظ على الشكل ديالها الدائري وما كيبقاش يتعوج لنا يلا قطعناها كبسي كي فانا بنفس طريقة غادي نقطع دائما كندير القياس ديال واحد سنتيم وكننقطع كنوضعهم في واحد اللطة اللي هنا مالافضل انها تكون مفرشة بورا قطته واش هذيك الكريمة ما كنت تسقش ليكم في اللطة صفي كنرجع هنا الفطائر ديالي اللي اللي خدمتها كاف اللي مول دياللي كيش من بعد ما كيكونوا خمروا طبيعة الحال ان هادو 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 ه كندهنهم غير بشوية ديال البيض فيضاء حبة ديال البيض كاملة اللي درت لها شوية ديال الباني لو تربتها مزيئ وكندهن الوجه دياله غير شوية كنحاول ما نكترش هنا البيض باش مينزلش لي مع الجوانب وبالتالي يقدر لي لسفول ليا هكا الفطائر ديالي من بعد فاشي طيبو هنا من بعد ما كنشكلهم فانا غادي نحاول ان ندليهم هاكا واحد تقب غير واحد شوية هكا يبلأ الصبوع ديالي هنرا كيكونوا خامرين فانا كنحاول اني ما نضغطش عليهم بالك كنحاول نضغير هكا الرأس دي للأصبوع كن دي لك واحد الحفرة في الوسط دي لهم ومن بعد غديد ناخد الكريم باتي سيغ او الكريمة من بعد كذلك ما كتكون عندي بردة وخلطتها كيمزية كن دي لك في واحد فوش ولا بلاستيكا ولا غير ملعقة المهم انكم منين توضعوا الكريمة دي لكم حاولوا انكم بحل كتضغطوا عليها باش تبقى لكم تبتاف هذه الحفيرة ومباشرة هنا يا للفرن الفرن اللي كيكون مسخن من قبل دائما في الفطائر نار لي كتكون متوسطة ما بين 100-190 غير من الاسفل حتى ك طيب وكتبلكم هكا الحمرية مع الجنب عد كتتحمروهم من الوجه دي لهم صافي من بعد ما كندخلهم كيكونوا كذلك عفوان هاد لي باقي دي ولي كيكونوا اختمروا فكنحاول انني نفلحهم غير واحد شوية هكا بسكين والافضل ان السكين او للموس اللي يكون عندكم يكون ماضي مديان او لازي زوار باش انكم تقطعوهم بلايم ينزل منهم الاختمال من بعد ما كنا يعني من بعد ما كنفلحهم فانا كندهليهم الوجه دي لهم بالبيض اللي معندي مخلط بالفرنية للطبيعة الحال وكنرشهم شو بيادي الزنجلان اولى يعني تزين اللي اللي مطلب منكم وصافي وكنخليهم هكا كنحاول باش نتأكد ان كيبقى فيهم الاختمال بما يطيبوا لي الفطائر الولين ويعني من بعد ما كيبانوا لي بحلاء يعني مزياني لما نزلتش منهم الخميرة كندخلهم يطيبون كذلك فاش كندخلهم الشهدات دي لي كتكون هكا اختمرات وكتبليكم هكا تنفخات وده كل الكويرات تتسقوا مع بعضياتهم بنفس طريقة كندهن بالبيض دائما ما كنكترش البيض باش يعني ما كيشيش هكا مع وكيبقى الشكل ديال الشهدات ديالكم زوين صافي كندهنها كدلك ندخل هالفر اللي هنا خاص يكون مية وتمانية يعني تكون مهيلة شوية واشطب لكم زيان وما سبقاش معجنى لكم شهدات ديالكم فادل اثناء هدي هاد الفطائر هادو كيكونو طابو كنحييضهم لي مول ديالهم عادي جدا وخصوصا اللي كانوا عندكم مدهونين بالزبدة فراكي تحييضوا بكل سهولة كنوضع لي مكا واحد القاعد ديالشوكولاتة ولا حد الحبيبات ديالشوكولاتة محدهم هكا ب باقين سخان او لدفين باش كتبت لين على ديالك الكريمة وبالنسبة للعجين فانك ناخد شوية ديال مربع نباجع سلدكشي اللي عندكم كدهنو وكدزينو بالكوكاو او للوز على حسب الطلب بطبيعة الحال هنا هي كيكونو الليشنك ديالي كدلك تعمروا فكدلك ناخدوه بنفس طريقة كان دهن غير بالبيض عادي جدا ام من اعلى ام الجوانب ما تخافوش منهم نهائيا ومباشرة كدلك الفرن كدلك هنا الفرن قد يكون مهيلة ناربع يعني لمية وثمانين درجة بحالها بحال الطيب للشهده مش كيطيبو على خاطرهم ففي الشهده ديالي كدلك من بعد ما كيطيبو هي بقى سخونة كدلك ندهنها اما بمرباي اما نطج او لاسل وكدزينوها على حسب الطلب طبيعة الحال او يكتوو غادي تديروها للضرب على حسب الرغبة ليشنك كدلك من بعد ما كيطيبو وكيتحمرو كندليهم غير واحد دهنها كخفيفة من الوجه ديالهم باش كتعطيهم واحد اللمعة اللي يزوينا وفي نفس الوقت قد ندلهم غير واحد شوية ديالكوك او لا جاوز لهن من الوجه ديالهم صافيهم الفطائر ديالنك كاملين او للي بريوش ديالنك كاملين طابو كيتحضروا صراحة في وقت له واجيز حضرتهم تقريبا في واحد المدة ديال يعني ثلاثة ديالساعة كانوا طيبين مجدين خامرين يعني كل شي كل شي واجد يعني ما كياخدوش الوقت نهائيا ضغية ضغية لانهم مشيش حاجة اللي هي صعبة والنتيجة صراحة كتجي روعة روعة من هذا يعني هاد العجين هاد ديالبريوش دائما تقريبا كنشارك معاكم كيجي من ارواع ما يكون كيجي خفيف زف زف كيجي اسفنجير طب انتم ملاحظوا معايا القاوم ديالو يعني دغطوا عليه يديروا لي كيما بغيتو كيرجع للشكل ديالو كيبقى من ارواع ما يكون فانتم ملاحظوا معايا فانا يعني كندير معكم هنا هادو اللي يعني يشاطوا لي منهم هكا حبات غدي نخليهم الضار وبالنسبة للشدارة هسبق اللي وشاركتها معاكم كدليك كيجي زوين في هاد العجين هذا وهذا الفطائر هادو كدليك حتى الشكل ديالهم كيجي زوين بصاف هنا يكن ناخدهم كناخد هكالي وصافيه وكنوضعهم بهات الشكل ده طابعة الحال لا الكليين ديالكم او السيدة بغ換 ليل بلاطويات في طابعة الحال راهي يكنتجيب البلاطويات او لكتحسبوا التمن ديال البلاطويات. اما بالنسبة الكريتينات ديال لهم بلاش فهم بك يتحسبوه مع الاتمينة. كنا ناخدهم وكنستفهم بهذا الشكل هذا فانا غير نستفتهم ويطلبت عشرات ديال الحبات من كل شكل مع الشهداء اللي بحجم اللي هو متوسط. بالنسبة لكيف قلت لكم الاتمينة فكيبقى على حسب كليان ديالكم على حسب المنطقة اللي انتو ما ساكنين فيها. وكيف كتعرفون عادة يعني مما كان خدمش الطلبية فهادي كانت واحد طلبية يعني هكا مزيرة واحد سيدة صديق كنا نعرفها. فاخدمت لي هاد لي بريوش هادو في لي مول ديال لي كيش بجو درهم ونص وبنسبة لي باقيت وشنيك فانا اخدمتهم بجو درهم للحبة وبالنسبة للشهداء لانا ما كانش يعنيش حجم اللي هو كبير فانا اخدمتها بثلاثين درهم فقط. فانتمنى الفيديو ديال اليوم يعجبكم وكيف العادة يعجبكم ما تنساوش تخليوا لي اللايكات ديالكم الاقتراحات ديالكم والاراء ديالكم في التعليق. كنشكركم دائما على حسن المتابعة وهذا كانكم وصلت نهاية وصفة اليوم مع وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامة. اشتركوا في القناة